وفي سياق متصل كشفت صحيفة الشروق الجزائرية عن صورة قالت إنها لسيطرة تنظيم القاعدة في ليبيا على صواريخ سكود بعيدة المدى وأضافت مصادر الصحيفة من الأراضي الليبية أن الجماعات الليبية المقاتلة المتحالفة مع القاعدة وبعد سيطرتها على مخزن السلاح بطرابلس هربت صواريخ سكود بعيدة المدى لاستغلالها في ضربات انتقامية ضد دول الجوار التي تتهمها بدعم كتائب القذفي